اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه وقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المستمعين وسعد الله وقاتلكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن قبل ما نبتدي معاكم فقرات برنامجنا نرحب بفريق العمل معنا في الإخراج استاذ واء القواسمة عندنا في التنسيق ميرا الإخفالي صباحك الله بالخير وأيضا كل التحية لمعد هذه الحلقة الأخ يوسف سعد وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وصباحك الله بالخير دكتورة ندى الملاء يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الأحد اللي يحبه كل أحد أحد مغبر شوي بس ما علي الحمد لله على كل حال ما نبقى ناس تطلعوا يتقول غبار ويتغبرنا ترى حتى الغبار له فوائد فنصبح عليكم بالخير ونذكركم برقام التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 طيب شو فوائد الغبار؟ الغبار يقتل الحشرات لاحظ من بدت موجة الغبار قل البعوض والحشرات التي تقرص قبل كناس يوني العيادة بعوض قرصنهم على عينهم على ويهم خصوصا الأطفال الصغار من بدأ يدخل علينا الغبار قلت هذه الحشرات لأن الغبار يدخل في عيونها وفي المجارة التنفسية ويقتلها فهي مرحلة انتقالية طيب غير أن الغبار يقتل البعوض الذي يقرص شو مظار الغبار أو خلينا نقول العادات الصحية أو الاحتياطات الصحية اللي يجب علينا أن نحن ناخذها على أساس أنه نقي أنفسنا من الأمراض خاصة لأمراض جهاز التنفسي التنفسي وفي ناس وايد ينسون العيون أول شيء الناس يلبسون عدسات الأفضل في حالات الغبار ما تلبسون عدسات يكون عندكم نظارة احتياط لأن العدسة أصلا تخلي عينكم حساسة أكثر فمع الغبار هذا ممكن تيكم التهابات في القرانية التهابات في عدسة العين رقم الثين اللي عندهم أمراض في الجهاز التنفسي سواء كان عندهم ربو كان عندهم حساسية كان عندهم زكام أي شيء الأفضل تلبسون كمامات في هذا الجو والكمام يا جماعة لازم يغطي الأنف والفم أنا أستغرب لما أشوف الناس لابسين كمام فقط مغطي الفم ترى أنتوا تتنشقون عن طريق الأنف أيضا فغطوا الأنف وغطوا الفم طبعا الأطفال لازم ما يطلعون في هذا الجو حتى مرضى الإكزيمة حساسية الجلد هذا الغبار يجفف لأن الهوى الحين جاف فيجفف الجلد أكثر فيفضل لأنكم ما تتعرضون هذا الغبار مباشرة تقعدون داخل البيت تسكرون الدرايش ولو في حد عنده منقي للهوى يكون جدا جدا مفيد في مثل هذه الأوقات عشان ينقي هوى البيت لأن حتى لو دريش مسكرة في نسبة بسيطة من الغبار الدش البيت جميل إذن نتمنى لكم بعد أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لأن ساعات ممكن تحصلون بعض الأمور اللي في الشارع ممكن تعيق الرؤية مش الرؤية حتى ممكن لا سمح الله تحصلين غصن من غصان الأشجار والتي تحصلين قطع معدنية موجودة في الشارع ممكن تأثر على قيادتك وممكن لا سمح الله تسبب بأي حادث هذا الشيء اللي ما نتمنى ونتمنى السلامة للجميع خاصة اللي طالعين ضربين خطوط يعني هذي اللي بعد يحاسبون أكثر وأكثر صحيح طيب دراستنا اليوم بتقول دكتورة يصيب مرض الخرف كبار السن في المقام الأول ولكن الأبحاث الجديدة تكشف عن صراعات في منتصف العمر تزيد من مخاطر الإصابة به تشير الأبحاث إلى أن الأرامل والذين يكافحون الحصول على النوم جيد وأولئك الذين لديهم وزن قليل خلال الخمسينات والستينات من العمر لديهم خطر الإصابة بالمرض ويلقي البحث الذي أجرته كلية الطب بجامعة بوسن الضوعة للعوامل التي تعزز الخطر لدينا وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض وقال المعدل المساعد للبحث الدكتور رودا أو وهو أستاذ علم التشريح وعلم الأصحاف في الجامعة هذه الدراسة هي الخطوة الأولى في تطبيق نهج التعلم الذاتي لتحديد مجموعات جديدة من العوامل التي ترتبط بزيادة خطر الخرف في وقت لاحق من الحياة وأضاف أنه من خلال تحديد عوامل خطر الإصابة بالمرض التي يمكن تغييرها نأمل في التمكن من الوقاية من هذا المرض وأظهرت النتائج أن التقدم في العمر هو أكبر عامل مرتبط بالخرف وكلما كان الشخص أكبر سنا زاد احتمال تعرضه للمرض ومع ذلك كانت هناك بعض النتائج الجديدة التي تكشف عن عوامل أخرى مؤثرة في زيادة خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة في دراسة محمود كانت طالعة قامت تقسم الخرف إلى إصابة بخرف مبكرة وإصابة بالخرف متأخرة تخيلوا المبكرة قالوا من عمر الثمانطاعش إلى خمسة وستين فتخيلوا أن في ناس يصابوا بالخرف في عمار جدا جدا صغيرة وكم النسبة عشان ناس ما تخاف من خمسين إلى أمية شخص لكل أمية ألف شخص يعني أمية في كل أمية ألف ممكن يصابوا بالخرف في السن الصغيرة شو الأسباب؟ سووا دراسات قولوا ليش الناس في السن الصغيرة ثمانطاعش عشرين خمسة وعشرين يصابوا أحيانا بالخرف أول شيء هناك عامل جيني مو تاريخ مرضي لكن عامل جيني يعني أنا أحمل جين الخرف على واحد من الجينات الخاصة فيني رقم واحد رقم اثنين الإصابة بعض الفيروسات ترى مثل فيروس الهيربس ممكن يزيد خطر الإصابة بالخرف وفي دراسات كشفت أن الناس اللي يصابون بالزهايمر في ناس يصابون بالزهايمر في عمر قصير فيكون إصابتهم بالخرف حتى أكثر فمعناه أن الخرف مصنع مرتبط بس بزيادة العمر طبعا الأكثر شيوعا هي الإصابة بكبر السن يعني كلما زاد عمر الشخص عن خمسة وستين عامة يزيد نسبة إصابته بالخرف ولكن قبل هالسن في وايد عامل حتى في بعض الأمراض في بعض العلاجات بعض الأدوية وأهم شيء في وايد دراسات أكدت لنحمي نفسنا من الإصابة بالخرف يجب أن نبقي عقلنا نشيطا مثل حل الكلمات المتقاطعة وايد دراسات طلعت عن حل الكلمات المتقاطعة كوسيلة لإبقاء المخ شغال والقيام أيضا بعض العملات الحسابية يعني شو كان يقولون لما تروح الجمعية أو تروح البقالة لا تستخدم الآلة الحاسبة احسب أنت بروحك حتى العملات الحسابية البسيطة تساعد للوقاية من الخرف والله أنا تأخذوا نصيح تقرأوا قرآن وايد أي قرأت القرآن طبعا مو بس قرأت حفظوا القرآن حتى السور القصيرة تحاولوا تحفظونها وهذا حنوصفها لأكبار السن اللي عمره 65 وفما أكبر نوصف لهم بحفظ السور القصيرة لتدريب العقل وبالتالي ما يصبكم الخرف الزهايمر بعد يصيب يعني دكتورة في أعمار متقدمة في ناس ما يعرفون أن الزهايمر وممكن في بداية الأربعين ممكن تصاب بمرض الزهايمر صح ممكن في نسبة كبيرة من ناس تصاب عمر 45 سنة بمرض الزهايمر أيضا وجود عامل جيني وأيضا الناس اللي عندهم ما يشغلون العقلهم وايد يعني ما يستخدمون العقلهم كثير وحتى في آخر فلر من الصحة وفي سعادة تكلمنا كيف نقوي ذاكرتنا حتى عدم استخدام الجي بي اس اللي هو الخرائط على الأجهزة على التلفونات في وايد ناس للأسف أنا كنت منهم حتى لو برد بيتنا أشغل على الجي بي اس يعني تعود خلاص أنا لازم أشغله يعني مش للدرجة هذه بس أنا هذا اللي اخترع على الجي بي اس هذا يستحق مننا دعوة يعني الله يطول في عمره إذا عايش والله يرحمه يهمي إذا كان مسلم سهل علينا وايد ولكن كثرة الاعتماد تخلينا ما نفكر ما نشغل عقلنا إنه من أي درب لازم أسير كيف ممكن أوصل فقللوا استخدام جهزة الجي بي اس هني أنا الدكتور ما فهمت هذا المسج السلام عليكم هل في أي ضرر من سي أو كيو تن شو هذا عادة ليكم ما تنزيل وزن ممت أكدة ما عرف إذا هو نفس الشي ولا أكتب لنا وصف أخي عشان أفهم أو أختي نزيل عموما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما تواصل معاكم ما نذهب إلى اليوم العالمي للتمريض ما نحتفل بأحد الممرضات المواطنات كذلك يعني استقبلنا سبوع الماضي بمجموعة من الممرضات وأيضا مستمرين لنا بأمانة هذه المهنة تستحق من تسليط الضوء عليها بأكبر شكل ممكن سأصل وراجعين صحة وسعادة تسليط الضوء عليها الله وقاتكم مرة أخرى وستمعيني الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا برنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعة كل مميزة دائما إذاعة نور دبي أذكركم برقامة التواصل 600-551414 والرسائل النصية على 4006 إنزيل المسجل اللي كنا نقرأ قبل الفاصل كان يتكلم سلام عليكم هل في أي ضرر من إنزيم COQ1 هي مادة تمنع أو المواد اللي تسوي الأكسدا أو السرطانات في الجسم يصنع في الجسم ولكن حاليا في ناس طالع هبا يديد الناس تأخذه كمكمل غذائي هل في ضرر؟ ما في مادة ليس لها ضرر من الأضرار لأن حصلتها لهذا COQ10 إنه ممكن يسوي أرق ممكن يسوي ارتفاع أنزيمات الكبد ممكن يسوي ممكن يتضارب مع أدوية أخرى لا تأخذون شيء من غير وصف الطبيب روحوا للدكتور شوفوا هل تحتاجون أو لا؟ طيب يحتفل المجلس الدولي للممرضات باليوم العالمي للتمريض اللي وافق 12 مايو من كل عام وذلك منذ عام 1965 وكانت بداية المطالبة بتخصيص يوم عالمي للتمريض في عام 53 من القرن الماضي حيث اقترحت دورثي ساذرلاند مسؤول وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية الأمريكية على الرئيس إزنهاور أنذاك إعلان يوم للممرضات ولكنه لم يوافق وفي يناير 1974 تم اختيار يوم 12 مايول الاحتفال بيوم الممرضات حيث نوافق الذكرى السنوية لميلات فلورنس نتنجيل الشهرة بأنها مؤسسة التمريض الحديث وفي كل عام يتم الاحتفال بهذا اليوم فإحنا اليوم إن شاء الله بنتكلم عن يوم التمريض العالمي وأهميتها المهنة والدور اللي ينتسبون لها معنا في الأستوديو الشيخة الأخة الشيخة الكعبي ممرضة في مستشفى حتى التابع لهذه الصحة بدبي صباح كالله بالخير شيخة صباح كالله بالنور في عام 99 الاتحاد البريطاني صوت نزين للقطاع العام صوتوا على طلب مقدم للمجلس الدول للممرضات لتغيير موعد هذا اليوم إلى موعد آخر طبعا كانوا يشوفون أن ناتينجل لا تمثل التمريض الحديث في كل الأحوال وبالرغم من اختلافات التاريخية إلا أن الحقيقة الثابتة هي أن طواقم التمريض تعمل ليل نهار من أجل راحة المرضى وسعادتهم وهم يتفانون في عملهم ورسالتهم الإنسانية وهذا ما نعتز فيه نحن في هيئة الصحة بدبي ونقدره ونواصل يعني لليوم الثاني على التوالي الاحتفال بالممرضات والممرضين من أفراد هذه الأسرة اللي نتمنى لها إن شاء الله يعني دوام الاستمرار ونتمنى التحاق الكثير من المواطنين للانخراط في هذا العمل الإنساني خلينا نتكلم عن اليوم العالمي للتمريض وأهميته التمريض هي خدمة مو خدمة اجتمعية أو خدمية حق المجتمع هي خدمة أول شيء إنسانية كانت في الإسلام وكانت عندنا في الإمارات عندنا أول ممرضة إماراتية في 1961 تقريبا سلمة الشرهان اللي توفت منك من السنة تقريبا الله يرحمه الله يرحمه التمريض مثل ما قلت مهنة إنسانية تخدم المجتمع إحنا كمواطمات مفروض أن ننخرط أكثر في هل المجال كانت يعني قبل ست سنين أو سبع سنين محكورة بس لجنسية معينة الحين قمنا إحنا ندخل كم ممرضات في التمريض بالنسبة لي أنا دخلتها كمغامرة والحمد لله الله وفقني فيها كيف مغامرة شرحيلي شو كانت مجالات العمل المفتوحة قدامت وليش خذتي هذا المسار أنا صالفتي طويلة ويا نسمع دخلت أدبي أول شي لأنه لم أكنت تعرف أن كنت طب لم أكنت تعرف أن الطب لازم علمي وهذه الأشياء كانت عندنا شوية في الكمنوكيشن والأدوكيشن عن هاي الأشياء فدخلت مالثاثة سنين جامعة الإمارات لغويات طلعت منها ما حبيتها لأنه آخر شي شو بيكون تدريس نعم تدريس حلوية جماعة تدريس تدريس مهنة مع احترامي لكل المدرسات وكل الوظائف والمجالات بسي على الصعيد الشخصي تدخل ما تفضل صحيح بالضبط دور الممرضة في أي منظومة صحية تكون سواء كان عيادة أو مستشفى شو دور الممرضات احنا عدنا التمريض ثلاث مسارات مسار اللي هو السريري المسار الإداري ومسار ادوكيشن تعليمي المسار السريري مو بس أنها تكون ممرضة اللي هم يقولون عنها تعطي أدوية وبنادول وابرة وهذه الأشياء لا هي تكون بعد أنها تكون مثل إدارية في المسار السريري نفس الشي في التعليمي مو بأنها بس تعطي محاضرات وتثقيف وهذه الأشياء بس بعد أنها تكون لها دور فعال ويلا المجتمع في تثقيفهم عن الأمراض وعن هاي الأشياء طيب الحين يعني أنت لما قررتي أنت تسوين ممرضة مزين دخلتي حين كم سنة صار لت شيخ ست سنين ونص ست سنين ونص أريد أن أتكلم عن مسارة الوظيفة كيف شفتي المسار الوظيفة كيف شفتي الهيئة تعتني فيكم أنتم كممرضات مواطنات وهل بالفعل قاعدة تتطورين وظيفيا وإداريا نتكلم على كل النواحي كل النواحي تشوفه فيه تطور وفيه دعم دعم من الشيوخ ودعم من المدير العام ودعم من المدراء المستشفى كلمة حق أوجهها للدكتور سيف يعني هو ويد يعني يدعمنا مدير المستشفى حتى ويد يدعمنا يودينا على دورات يشوف احتياجاتنا إحنا أنت شو تب تكملي 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 تمرض سريري تمرض تثقيفي تمرض أهولي تعليمي تمرض قداري يعطينا حرية الاختيار في عدنا أي شيء نروح للمدراء التمريض الصراحة هم ويد يدعمون في هالشيء ممتاز أختي شيخة تكلمين عن تجربتك كممرضة مواطنة من ناحية مثلا أو ما بديت لنظرة المجتمع والحين شو اللي تغير وشو المعوقات اللي تشوفينها كممرضة مواطنة في عملتش مثل ما ذكرت قبل كانت الأهل عندهم فكرة شوي مبحلوة عن صالفة التمريض وأنه شفتات وهي الأشياء صحيح أول أول ما بديت التمريض كانت فيه هاي اللي شوي اللي أنه ممرضة وكيف مواطنة داخلها ممرضة وهي الأشياء أنا بدايتي كانت في المناطق الشرقية في مستشفى تشلبة ومستشفى الفجيرة هناك كانوا فيه ويدين مواطنات نعم يعني نسبة التوطين هناك عندهم للتمريض أكثر عن مناطق دبي وبوظبي فعقبها أنا يت حتى أقرب لي لعدال بيتنا كانت شوي أول أول شي كانت فيها صعوبة أنه أول مواطنة في حتى في مجتمعنا الصغير أنه كيف بنت مواطنة تمريض وهذه الأشياء نعم بس عقبها لأ اختلفت النظرة نعم إحنا شو قمنا نسوي عندنا إنيشيتف اللي هي مبادرة في مستشفى حتى نروح المدارس نثقف البنات الثانوية عن التمريض إذا يبون يدخلون عشان المعرض الوظيفي اللي يسوونا كل سنة جميل وفي عندنا خطط أن نطور هنكلم واحدة من الجامعات أن نستضيفهم في الجامعة يشوفون شيف يدرسون وين يدرسون وقمنا يبنى كم من البنات اللي متشجعات هن يدرسون تمريض يبنى عندنا في المستشفى وخليناهم يشوفون كيف أدوار كل ممرض في المستشفى ممتاز تدرين أنا يعني أحيي فيكم هذه الجهود وأحيي يعني فيه تشنتي خطي هذا المسار وحبيتي تكونين مثل قدوة للعديد من يعني البنات اللي إن شاء الله بين خرطون في هذا المجال لنحن نتمنى في الفترة القادمة أنهم يعني نقدر على الأقل نصل إلى نسبة معقولة من التوطين في هذه المهنة الإنسانية أهمية التحاق المواطنات بهذه المهنة الإنسانية النبيرة من وجهة نظرك ليش لازم المواطنين يلتحقون بهذا المسار الحين أنت يعني كصاعد صاعد شخصي أنت يوم بتروح مثلا عيادة أو مستشفى في رياي أو أمهات كبار في السن ما يعرفون إنجليزي ما يعرفون هاي اللغوية اللغات غير يوم يشوف والد البلاد بنت البلاد أتي تشوفها شو تبها بصورة حلوة غير أن نكون قلوبنا على أهلنا أكثر صحيح تتعاملين كان أمت وهي التعامل معا كان بنتك أو العكس صحيح يعني إحنا عندنا في مستشفى حتى ما شاء الله يعني الشيوبة الشواب اللي عندنا أروح أزورهم كل واحد عندنا في المنومين في المستشفى ونشوفهم الشيوبون ناقصنهم شيء في عندهم احتياجات هم يستانسوا أكثر يوم يشوفونا نحن صحيح المواطنين لازم أنهم ينخرطون لهذا وهذه نقطة مهمة دكتور أن عملية تغيير النظرة لهذه المهنة أنا بدت شيخة قالت أن ما كانت النظرة جيدة ولكن أنا أعتقد اليوم يحترمونك بشكل كبير و يعني يقدرون فيك هذه المهنة وهذه يعني التضحيات الإنسانية التي قاعدت تقدمينها في هذه المهنة نحن نتمنى لك توفيق شيخ الكعبي الممرضة في مستشفى حتى وإن شاء الله نشوفوك يا رب يعني القيادات الكبيرة في هذا المجال شكرا جزيلا طيب دكتور نحن نطلع فاصل بعد الفاصل نتكلم عن حملة جديدة للتبرع بالدم تستعد لها هيئة الصحة في دبي خلال شهر رمضا فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعةكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا على 600551414 ورسائل النصية على 4006 صباح الخير دكتورة لو سمحت كيف أقدر أقوي ذاكرة عيالي وتنشيطها إذا في دوة أو أكل أو نشاطات لو تكرمت خبريني هذه رسالة من عوشة عوشة دوة لا أكل أجل أكل الصح يمكن تقصد مكملات غذائية مكملات طبعا فيتامين دال المهم جدا جدا يأخذونه غير هذا ما يحتاجون شي نشاطات أنت علمهم شلو الأجهزة اللوحية خليوا مثلا الأرتس والكرافت اللي عارفون الأمهات اللي هي الفنون البسيطة اللي نسويها في البيت لما تقول تعالين نسوي مثلا بطة أو كرة أو شمس نقصص مع بعض ونلصق هذا يثير خيال الطفل بالتالي يستوي الذكي أكثر فهل أشياء أي شيء يسوي الطفل بإيده ينمي عند الذاكرة طيب اللي يبغي يتصل فيني يا جماعة الخير يدق الحين لأنه عقب تقريبا عشر دقائق يقلين ربع ساعة ما منقدر نستقبل أي اتصالات تبقى عملية التبرع بالدم واحدة من القيام السامية اللي تظهر بدون شك بشكل كبير معدن الإنسان ومدى ارتقاءه ومدى عطاءه ومدى إنسانيته ومدى تضحياته الكبيرة اللي يقدمها لأنه ما في أغلى من أنه كنت تقدم دمك زين كعطاء لأخوك الإنسان صحيح فهذه أعتقد أنه هي أسمى درجات العطاء وأسمى درجات الإنسانية طبعا هيئة الصحة في دبي من خلال مركز دبي للتبرع بالدم التابع لها يعتز بشكل كبير بالناس اللي يأتون ويتبرعون بالدم من خلال الحملات المنتشرة في ربوع دبي من غير مقابل ها دكتورة من غير مقابل صحيح هو جرت يعني عمل خيري منهم طبعا مثلا ما كنا نعرف إنه لا بديل الدم البشري والشخص الواحد يري أنقذ تقريبا شخصين إلى أربع أشخاص بالدم اللي هو يتبرع فيه فهذه كلها مبادرات جميلة وإحنا من هالمبادرات وحول هذا الموضوع الإنساني والخطة لعدها المركز للتحرك خلال شهر رمضان الكريم اللي ما شاء الله اقترب حلوله يكون معنا في الستوديو اليوم الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم صباحة شوارد دكتورة مي صباح الورد والسرور عليكم صباح ترلا بالخير دكتورة سامحينا قبل لا أبتدي معاتش الحوار بس بأخذ بو أحمد في مداخلة سريعة وبعدها ما ندخل في الصلب الموضوع تفضل يا أبو أحمد واختصر لمبادراتك السلام عليكم السلام عليكم السلام تفضل أولا شكرا لك أشهد بحمود والدكتورة والدكتورة البيتنحين ندى والممرضة المثالية الإماراتية طبعا أنا الكل مش أنا الكل مع التمريض الإماراتي بس أنا ملاحظتي أن معاملة الممرضة الإماراتية أعتقد للمريض الإماراتي وغير الإماراتي نفس الشيء هاي صياغة الحديث الممرضة دالت الممرضة أفضل لكن أنا متأكد أن الممرضة الإماراتية لكل المرضى للي ما قالت أفضل أبو أحمد أنا هي قالت أن يعني يعني يمكن تهوى هي نسى تهوى مستنى تهوى أنا أدري هنزين فأنا أقول ليش ما نشجع الرجل الرجل الإماراتي الممرضة الإماراتي نبغي يعني أوكي الممرضة الإماراتية أعتقد حاليا بدن بدن البنات وبدن الجنس الناعب تدخل في هذا البجال ولكن ولكن وين رجل وين الإماراتي ليش ما نشجع الرجل الإماراتي للمريض ليش ما نحط حوافزي يعني كبيرة موجودة والله يا أبو أحمد والله موجودة حوافز موجود مسار وظيفي جميل وحتى من خلال الدراسة كذلك أنا أقصد أنا أقصد مثل التربية والتعليم مثلا في التربية والتعليم اليوم راتب المعلم يعني يعني وصل خمسين ألف أوكي فشو المانع شو المانع الممرض الإماراتي يستلم خمس وخمسين ألف لأن اليوم الممرض سبعين في الإمية العلاج بيد الممرض ثلاثيين في الإمية بيد الطبيب ومحترامي لكل الأطباء هذه كانت مشارك شكرا لك يا أبو أحمد شكرا على هذه المشارك شكرا على مداخلتك طيب مداخلة أبو أحمد قيمة جدا دكتورة ولكن نحن خلينا نذهب إلى الدكتورة مي رؤوف دكتورة مي يعني نتحدث عن شهر رمضان ونحن نعرف أن دايما ما يكون هناك يعني في هذا الشهر الفضيل شوية من سوء بالدم يمكن يقل إذا معلومت صح ولا غلط فخبرين عن خطط الشهر الكريم ومواعيد التبرع اللي خصصتوها وماكنها بالنسبة ل المتبرعين وين بتكون خلال هذا الشهر نعم طبعا مراكز التبرع بالدم في دولة الإمارات وفي العالم أجمع لا تستطيع التوقف يومين عن سحب الدم من المتبرعين لأن هذا يؤدي إلى نقص في المخزون طبعا ناخذ بنظر الاعتبار أنه لا يوجد بديل لدم الإنسان ولأنه الدم في فترة صلاحية وفي بعض مكونات الدم مثل الصفاحة الدموية التي تستخدم لعلاج النزيف فهذه الصلاحية لها خمس تيام فقط فإحنا في حاجة يومية إلى المتبرعين بالدم صحيح خلال فترة شهر رمضان الفضيل يعيد علينا وعلى الجميع يا ربي بالخير والبركة يستعد مركز دبي للتبرع بالدم لاستقبال المتبرعين بعد المساء من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الأحد إلى يوم الخميس أما بالنسبة للفترة الصباحية فنكون مفتوح أيضا المركز ومستعد الاستقبال للمتبرعين الغير صائمين فيكون مفتوح من الساعة الثمانية إلى الساعة واحدة ظهرا بالنسبة للبرامج اللي عديناها حتى نغطي مكانات عديدة طبعا هكذا يكون متواجدين في عديد من المساجد من خلال بنوك الدم المتنقلة اللي هي حافلات متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة ومستعدة لاستقبال المتبرعين هذا بالإضافة إلى تم تنسيق حملات مع جهات مختلفة في شركات في جمعيات إنسانية في جمعيات أخرى عامة لسحب الدم مساء من المتبرعين وهذا طبعا لمنع حدوث أي نقص في مخزون الدم وليتغطية حاجة المرضى ممتاز دكتور مي أنت ذكرتي طبعا أن في فترة صباحية مفتوحين وبعد الإفطار فإذا في حد حاب يتبرع من الناس الصيام شو الإحتياطات يجب أن يفعلها قبل ما يتوجهون للتبرع بخصوص ممكن الأكل يأكل على الإفطار ممكن ما يكثر أو يكثر ماي أو غيرها فشو الإحتياطات والنصايح التي تنصحونهم إحنا من شجأ الأشخاص الصايمين التبرع بالدم لأن في حالة إذا أغمي عليهم لا سمح الله المتبرع أو يدوغ فيتوجب علينا أعطاء سوائل أو عصير عن طريق الفم وطبعا لأنه في شهر رمضان يعني الجميع صائمين تقريبا صحيح يفطر الحاجم والمحجوم فلذلك منفضل أنه نضطر إلى أنه نفطر شخص صائم بسبب التبرع أوقات الدوام يعني ساعات عديدة فالشخص اللي ما يقدر يتبرع مثلا في هذا اليوم يجي اليوم الآخر فمنفضل أنه يتبرعون الصائمين فترة الصباح أو ظهرا لما يكون الشخص صائم وذلك اللي منع أنه يصير عنده مضاعفات خصوصا أنه جوحار فممكن يصير عنده بعد ما يخلص تبرع بالدم ويركب سيارت مثلا لا سمح الله ممكن أنه يصير عنده مثل غثيان أو فقدان وعي وهذا اللي احنا ما نحب أنه نعرض المتبرعين لأي مخاطر اللي ممكن نتفادها بالتبرع بعد الأفطار طيب التبرع ما يفطر يعني التبرع ما يفطر إذا تبرع ومحتاج إلى أي مداخلة لأن التبرع ما في شي يدخل الجسم بالعكس هي الأبرع لح تدخل الجسم والدم لح يطلع خارج الجسم فالتبرع بالدم لا يفطر الصائم إذن الشروط العامة مفروض تكون متوفرة في المتبرع سواء كان صائم أو غير صائم شو الشروط العام لازم تكون متوفرة عشان أقدر أتبرع بالدم نعم هي طبعا في شروط عامة بصورة دائما يعني برمضان وغير رمضان إنه الشخص يكون وزنه أكثر من خمسين كيلوغرام حتى يتبرع بالكمية المطلوبة اللي هي أقل من نص لتر من الدم طبعا تكون درجة يعني دكتورة نادا ما تصلح للتبرع لا إن شاء الله دكتورة نادا حتيجي تتبرع بعد خمسين كيلوغرام إن شاء الله دكتورة تسعة واربعين ونص الوزن يكون أكثر من خمسين كيلوغرام يكون النبض بالمستوى الطبيعي ودرجة حرارة الجسم طبيعية هذا بالإضافة لأنه الشخص يتمتع بصورة عامة بصحة عامة جيدة ما يعاني من أمراض مزمنة في القلب أو يكون عنده لا سمع الله يأخذ علاج لأمراض مزمنة مثل فشل الكلوي وفيه طبعا فيه استبيان للتبرع بالدم واليوم من هذا الستوديو أوجه المستمعين الكرام لاستخدام تطبيق دمي وهو تطبيق ذكي موجود على الهواتف المحمولة يستطيع المتبرع هو في بيته أو في مكتبه الأطلاع على كل هالكلام اللي قاعدين نقوله شروط التبرع بالدم فوائد التبرع بالدم وين يروح الدم بعد التبرع وكذلك هذا النظام يسمح للمتبرع من تعبئة الاستبيان الأجوبة على الأسئلة ويأتي إلى المركز لفورا يتم تسجيله وللفحص الطبي وهذا طبعا يقلل من وقت التبرع بالدم ما يقارب عشرين دقيقة فهذا أفضل للمتبرع أنه يقوم ببعض الإجراءات وهو في خارج المركز حتى يقصر وقت تواجد بالمركز صحيح فيه طبعا فحص طبي قبل التبرع بالدم نقيس إحنا دائما نسبة خضاب الدم الهيموغلوبين حتى ما ناخد دم من شخص يكون عنده نسبة الخضاب أقل مستوى بالطبيعي حتى يعني حتى نمنع أنه يصاب الشخص بفقر دم بعد التبرع بالدم بالإضافة لنفحص ضغط الدم ونفحص لدرجة الحرارة ونقيس نبض المتبرع وفيه طبعا استبيان يخص حالة الصحية في الفترة السابقة والحالية فإذا تم استبعاد أي متبرع فهو أما لضمان صحته وخوفا على حالة الصحية أو فيه أسباب تمنع أنه نأخذ المتبرع حفاظا على المريض متلقي الدم صحيح دكتورة مي الآن الدم المسحوب من المتبرعين الدم كيف تم معالجته كيف تم تصريفه من الجهات التي تطلب الدم أكثر شي نعم حسب إحصائياتنا طبعا الحمد لله في عام 2017 سحب مركز دبي للتبرع بالدم أكثر من 54 ألف وحدة الدم وهي الأكثر على مستوى الدولة فتقريبا 36% من الدم المسحوب يذهب إلى مركز الثلاثيمية في دبي وحوالي 15% من الدم المسحوب إلى مستشفى راشد هناك قصة صوارع في كثير صرف للدم وتقريبا 15% يذهب إلى القطاع الخاص مستشفى القطاع الخاص في إمارة دبي ويتوزع الباقي على مستشفى هيئة الصحة في دبي الباقية مثل مستشفى دبي مستشفى أنا أبغي أنوهني دكتور أن 56 ألف وحدة ما يقارب 54 ألف وحدة الدم وعندنا تقريبا 5000 وحدة صفائح دموية بنظام الأفريس وهذه كلها بعمليات تطوعية 100% طبعا 100% التبرع بالدم طوعي في دولة الإمارات وأحب اليوم أقول أنه في عام 2010 ومن خلال منظمة الصحة العالمية تم إدراج اسم دولة الإمارات من أفضل خمس دول في العالم في تشجيع حال التبرع بالدم الطوعي بنسبة 100% لأن هذا طبعا يضمن سلامة نقل الدم في الدولة صحيح فدكتورة مي من كلامك هذا تقوليني عن استجابة الجمهور مع هذه الحملات واضح ما شاء الله في استجابة جميلة بما أنه كميات الدم اللي يتبرع فيها ما شاء الله ضخمة فكيف تشوفين استجابة الجمهور لأي من الحملات وخصوصا مع الحملات التي مع الشهر الكريم والله إحنا طبعا يعني شو ما نشكر المتبرعين بالدم قليل لأنه المتبرع بالدم هو شخص يأتي يعطينا دمه يعطينا وقته والعملية هي طبعا إحنا نقول عليها سهلة بس حقيقة لحي يجي ويوقف زيارته بالبارك ولحي ينزل ولحي يأخذ الدور ولحي يعب استبيان ويقرأ أسئلة وهذه كلها اختصرتوها أنتم عبر التطبيق الحمد لله عن تطبيق دمي كم كان الوقت قبل والحين كم استوى كم يعني وفق قلت عملية التبرع بالدم ما يقارب 25 دقيقة نعم يعني تقريبا نص الوقت نص الوقت نعم نص الوقت طيب بس المتبرع طوعي ما يعرف الدم هذا لأي مريض يروح وبغض النظر عن جنسه ودينه فهو يتبرع بصورة طوعية وطبعا مثل ما تفضلت محمود ببداية البرنامج أنه من أسمى الأعمال الإنسانية في كثير ناس من يعني إحنا يمكن نلاحظهم أنه نتصل فيهم في نهاية اليوم عندنا حالة طارئة مثل صنف دم قليل التواجد مثل أصماف السالبة شوف المتبرع يترك شغلة يمكن طالعوا أهلا أو في شغلة ويجي للتبرع بالدم فكل الشكر والتقدير للمتبرعين المتطوعين خصا اللي يستجيبون النداء طيب هذه هذه الفوايد ولكن أو هناك فوايد صحية على المتبرع بمجرد ما يتبرع بالدم في أشياء تفيدة حق جسمه كإنسان نعم فخبرين عن فوائد التبرع بالدم صحيا نعم التبرع بالدم طبعا أثبتت كل الدراسات أنه التبرع بالدم المنتظم يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية ويجدد خلايا الدم فبالتالي أنه بعد التبرع بالدم من وخاء العظم في الشخص السليم يقوم بإنتاج خلايا دموية جديدة تكون نشيطة وهذا اللي يسوي النشاط عند المتبرع بالدم ويقلل من كثافة الدم طبعا كثير من الناس اللي عندهم ثخم في الدم أو مثل مدخنين يحتاجون للتبرع بين فترة والثانية لأن هذا يقلل من كثافة الدم وهو شيء صحي يقلل من نسبة الإصابة لسمح الله بالجلطة القلبية والدماغية فهذا بالإضافة طبعا إلى أنه التبرع بالدم يساعد على التخلص من الحديد الزائد الموجود في الدم بالإضافة طبعا إلى كون عمل إنساني نبيل يساهم في إنقاذ حياة مرضى يكون علاجهم الوحيد هو الدم لا يوجد أي بديل لهذا العلاج ممتاز دكتور ما أنت ذكرت في البداية أنه في حافلات مجهزة للتبرع بالدم فشو التجهيزات اللي خصصتوها وين ممكن واحد يتعرف أنه مكان وجودها الحافلات عشان يتبرع بالدم نعم حافلات التبرع بالدم هي حافلات مجهزة بأربع أسرة كل حافلة وفيها الأجهزة الطبية المطلوبة فيها مكان للمتبرعين لتناول بعض السناكس العصاير قبل التبرع بالدم وكذلك للراحة للتأكد من سلامة المتبرع بعد التبرع بالدم بالنسبة للجدول اللي مكان تواجد الحافلات لحيكون موجود عند مركز خدمة العملاء في هيئة الصحة في دبي أو يستطيع الشخص اللي يحب يعرف مكان تواجد الحافلة الاتصال بمركز دبي للتبرع بالدم لمعرفة مكان تواجد هذا اليوم يعني نحن الجدول سبوعي لأن بعض المرات نعمل الجدول والناس مثلا المنسقين يعتدرون لأسباب مثلا طارئة فسبوعيا الجدول يبعث إلى مركز خدمة الأملاء في هيئة الصحة ممكن الاتصال بالرقم المجاني أو ممكن الاتصال بمركز دبي للتبرع بالدم اللي هو 04-219-3-221 للتعرف على مكان تواجد حافلة التبرع بالدم وأهلا وسهلا طبعا بكل الأشخاص اللي يحبون يتبرعون في المركز أو في الحافلة طيب أنا أبغي بعد الدكتور أن تزودين نحن كذلك على أساس بس نحط النشرات هذه كلها عبر وسالة تواصل اجتماعي أسبوعيا بما أن التغير أسبوعيا فيلي تتزودون فيها أساس أن نبلغ الجمهور نعيد أوقات التبرع في رمضان دكتورة كيف بتكون موجودين في المركز من الساعة 8 إلى الساعة 1 ظهرا الأشخاص الغير صائمين وبعد مساء موجودين من الساعة 8 إلى الواحد بعد منتصف الليل في المركز أو عن طريق حافلات التبرع بالدم اللي تكون متواجدة في عدة مناطق إن شاء الله يقول سلام عليكم يا ريت كان فيه تحليل وفحص كامل للمتبرع أنتو شو سوون هنا دكتورة في هذا المجال بالنسبة للتبرع قبل التبرع بالدم بنسوي فحص لخضاء بالدم اللي هو الهيموغلوبين وفحص طبي بسيط لكن بعد التبرع بالدم فيه إجراءات جدا طويلة تشمل طبعا جدا صارمة تشمل فصيلة الدم طبعا والأجسام المضادة لكريات الدم الحمراء لكن الفحوصات الدقيقة هي للكشف عن الأمراض المعدية التي ممكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم والإمارات وبحمد الله كانت سباقة في إدخال الفحص المبكر للأمراض الفيروسية اللي هي الأيدس والتهاب الكبد نوعباء وجيم فكانت من أول الدول في المنطقة اللي أدخلت فحص الحمض النووي للكشف المبكر عن هذه الفيروسات وطبعا هذا يخدم سلامة ومأمونية نقل الدم بس طبعا مثلا إحنا دائما يسألون المتبرعين إذا نعمل فحص للكوليسترول أو نعمل فحوصات الأخرى هذه ليست من تخصص المركز الواحد يقول بمنا مركز تبرع للدم بس هي فحوصات كاملة مرة وحدة دكتورة ميت تعطينا كلمة أخيرة رسالة وجهنا ممكن للمتبرعين عن حملتكم أو كلمة أخيرة بشكل عام حابة وجهنا للدم طبعا أوجه الشكر والتقدير لكل المتبرعين بالدم وخصوصا هؤلاء اللي يلبون النداء فور الاتصال بيهم جزاكم الله خير وأحب أن أذكر أنه طبعا لا يمكن أن تؤدي عملها بنوك الدم بدون المتبرعين الطوعيين وفي شهر رمضان الكريم شهر الخير والبركة نحب أنه الأشخاص اللي لم يسبق لهم التبرع بالدم أن يفكرون في التبرع بالدم فهو من أسمى الأعمال الإنسانية اللي تساهم في حياة أنقاذ المرضى في بعض الناس ما يصلحون للتبرع بالدم خليهم يجونا شكرا لك دكتورة مية رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم كنا نتحدث عن هذه الحملات الجديدة للتبرع بالدم ووقات الدوام في رمضان وكيف أنه أهمية التبرع بالدم لتطرع على المتبرع والمتبرع له في نفس الوقت طيب مسجين قبل أن نختم الحلقة دكتور يقول سلام عليكم عندي أدوية غير مستعملة ممكن سلمها لمركز المزهر الصحي ممكن تسلم كل الأدوية المستعملة وغير المستعملة والمنتهية الصلاحية لأي صيدلية تابعة لهيئة الصحة في دبي من خلال مستشفياتها أو من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية أي صيدلية تابعة لهيئة الصحة في دبي سلمها من خلال حملة الدواء سلامة وعطاء هذه حملة تقوم بها الهيئة من خلال إدارة الصيدلة فيها الكثير من الجوانب الإنسانية والجوانب يعني كذلك المحافظة على البيئة وغيرها من الأمور فهذه دعوة لكم مستمعين للمشاركة في هذه المبادرة لأن بالفعل هي مبادرة قيمة جدا الأدوية الصالحة للاستخدام يتم التبرع بها إلى الدول المنكوبة وأيضا الأدوية غير صالحة للإستعمال يتم التخلص منها بشكل صديق للبيئة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور قبل ثلاث سنوات أنا تبرعت بالدم صار عندي خلل في النوم صار النوم تقيل ما أعتقد لها علاقة بالتبرع مفوضة ستوي نومك خفيف يعني أنت ستويت خفيفة حيب على التبرع أكيد طيب شكرا لكم شكرا لك دكتور راند الملة شكرا لك شكرا لك يا ميرا الإخفلي كانت معنا في التنسيق وكل الشكر لمخرج نواء القواسم وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي